السلام عليكم فضلا وليس أمرا ادعمونا بالاشتراك في القناة ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد بداية فقد حذرت منظمة الصحة العالمية حذرت من أن العالم لم يتخذ مرحلة الخطر في التصدي لجائحة عدوى فيروس كورونا مشددة على أنه لم يتم السيطرة على المرض وأفادت المديرة ببرامج الطوارئ منظمة أفادت أنه تم مرس 3.1 مليون إصابة جديدة مثبتة في العالم خلال الأسبوع الماضي مع تسجيل 54 ألف وفات وهذا مع العلم أنه ممكن للأرقام الحقيقية أن تكون أعلى بكثير وأضافت بأن الوضع لا يزال ديناميكيا للغاية إنه ديناميكي لأننا لسنا مسيطرين على الفيروس وتابعت قائلة لم نتخطى مرحلة الخطر لا نزال لحد بعيد في وسط هذه الجائحة ولكن أين تحديدا نحن لسنا متأكدين بعد نحن بصراحة نستخدم ما لدينا حاليا من وسائل لكي نجعلها قريبين من النهاية وبخصوص الوضعية الوبائية في الجزائر فلله الحمد تشهد استقرار واضحا وتراجع في عدة الإصابات اليومية ولكن بالمقابل لابد من الإقبال على التلقيه واحترام تدابير الوقائية حتى نتخلص من الوباء ونتفادى الموجة الرابعة لانتشار الفيروس أما بالنسبة لآخر إحصائيات لتفشي فيروس كورونا في الجزائر لغاية يوم الخامس 7 أكتوبر 2021 فقد طم إحصائه مئة وخمسة